أهلاً ومرحباً بكم طلاب أحباء طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الرابع عشر في هذا الفيديو سنصلت الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع سيكون أيضاً هناك عزيز الطالب النشاط الموجود أسفل القصيدة عد إلى كتاب إلى ولدي لأحمد أمين واكتب جملة من النصائح التي كتبها إلى ولده وصممها على شكل مطوية وانشرها أو عد إلى أحد دواوين شعراء المهجر واختر قصيدة من القصائد التي عبر فيها الشعراء عن ذكرياتهم في الوطن وقرأها على زملائك إذن سيكون لديك عزيز الطالب خيارين الأول أن تأخذ من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين بعض النصائح التي كتبها إلى ولده والثانية أن تختار قصيدة في الوطن لأحد شعراء المهجر بداية أريد أن أنوه أن موضوع هذا الأسبوع هو قصيدة وطن النجوم للشعر إليا أبو ماضي هذه القصيدة هي ملك لكل مغترب يحن لوطنه لكل من يحن لأريج زهر وطنه وتربة وطنه لكل من يستحضر ذكريات جميلة في أحضان وطنه وما زاد القصيدة قوة وجمالا أن الشاعر لم يسمي بلاده وبالتالي فقد جعل كلمة الوطن شمولية تمس كل قلب يحن لوطنه وأصله مختارات من لغتنا الجميلة وطن النجوم وطن النجوم أنا هنا حذق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا يتسلق الأشجار لا ضجرا يحص ولا ونا ويعود بالأغصان يبريها صيوفا أو قنا ويخوض في وحل الشتا متهللا متيمنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فختنى حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نسب إلي الممكنة فالمرء قد ينسى المسيئة المفتري والمحسنة لكنه مهما سلا هيهات يسل الموطنة إليا أبو ماضي الشاعر لبناني والذي عرف بشاعر المهجر ننتقل بعدها إلى المصدر الصناعي الذي يصاب بسيادة سياء مشددة وتأمر موطة في أخر الإسم نحو وطن وطنية سنعود إلى الخطاب ونستخرج منه ثلاثة مصادر صناعية وأخرى منسوبة هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الرابع عشر طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة اشتركوا في القناة